اهلا بكم الى الموجزة الاخبارية والبداية نستهلها بالاخبار الوطنية حيث اجل القطبة الجزائية المتخصص بمحكمة سيد محمد بالجزائر العاصمة من يوم الاربعاء الى يوم 29 افريل المقبل قضية الشركة الوطنية لنقل البحرية وفروعها التي تورط فيها المدير العام السابق للمجموعة رفقة عشرين من مسؤولي ذات الشركة المتابعين منذ سنة 2002 بعدة تهم متعلقة بالفسادة وقد تم تأجيل القضية لعدة اسباب منها عدم حضور عدد من المتهمين غير الموقفين الموجودين تحت نظام الرقابة القضائية وغياب بعض الشهود وكذا التماز احد المحامين اجلا لطلاع على الملف وحسب امر الاحالة فقد تبع المتهمون بتهم تبديد اموال عمومية وعدم احترام تشريعات خاصة بحركة رؤوس الاموال من وإلى الجزائر وتهريب الاموال وابرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين ومخالفة لقانون الصرف تمكنت فرقة شرطة الحدود البحرية على مستوى ميناء سكيكدال لتأمسة لتا من إيقاف الشخص قادم من فرنسا على متن بخيرة لنقل المسافرين فبعد الاشتباه فيه تم اجراء عملية مراقبة دقيقة للمركبة واثر بداخلها على 142 قرص مهلويس و446 وحدة من الالعب النارية ذات الحجم الكبير وكذا أزيد من 3600 أورو وتفيد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطنية أن يقظت واحترافية شرطة الحدود البحرية بميناء سكيكدال مكنت من حجز ممنوعات التي تمس بالصحة العامة والاقتصاد الوطنية تمكنت مفارز تبعى للجيش الوطني الشعبي للقطاعات العملياتية لتمرست وبرجباج مختار وعنقزامة من توقيف 54 مهربا من جنسية أفريقية مختلفة حسب ما أفد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطنية وأوضح البيان أن وحدات تبعى للقطاعات العملياتية لتمرست وبرجباج مختار وعنقزامة بإقليم ناحية العسكرية السادسة تمكنات يوم أمس من توقيف 54 مهربا من جنسية أفريقية مختلفة وحجز عربات ودرجات نارية و160 رأس غنم وأجهزة كشف عن المعادن وكمية من الوقود في أخبار الوطن دائما وفي إطار التحضير لطبع التاسعة للصالون الوطني للتوظيف المزمع إقامته أيام أثنى عشر وثلاث عشر من شهر ماي القادم بإدوان الرياض الفتح باللسار العاصمة نشط علي بلخيري محافظ الصالون ندوة صحفية استعرض خلالها البرنامج المزمع إقامته بالصالون والأهداف المنتظرة منه الصالون الذي سيأتي هذه السنة تحت شعار توظيف الكفاءات لزيادة في تنافسية المؤسسات سيشهد مشاركة أكثر من أربعين مشاركة من شركات عمومية وخاصة بالإضافة إلى المؤسسات ذات التبعة لوزارة العمل والتشغيل حيث سيمثل لأصحاب المؤسسات مكانا مثاليا لإيجاد شركات وعمليات تمويلة وكذا فضاء لتبادل الأراء نحن لدينا المجتمع لدينا المجتمع بالقشفة أن في نديهم أكثر من العمل المزم Locked Up مع الإعجاب المتحدة المنزل في الأعادة المقبضة PAREN تعليق على السنةalu سيكون أصبح Vil looks طحيب من العمل They are developing وبLS ب책 between dirسوس البرنامي في particularly ذهنتات التعرض والتي May والتيians ويجعل أيضاً التعليقات من هذه التعليقات ويجعل أيضاً التعليقات فلسطين للمحكمة إذ تسلم وزير الخارجية خلال الحافل نسخة خاصة من اتفاقية رمع وأشار إلى أهمية اتخاذ كافة الخطوة الممكنة لضمان المساءلة على جرائم لأحتلال الإسرائيلية وفي نفس الوقت تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين مؤكداً إن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أيس حقاً فقط بل واجب في وجه ظلم الدائم والكبير الذي يتعارض له شعبنا والجرائم المتكررة التي ترتكب ضده مع ذلك فإن قرار فلسطين للانضمام هدفه السعي لتحقيق العدلة وليس الانتقام في ملف الأزمة اليمنية أشرفت السعودية على عملية إجلاء بعثة ربنماسية أجنبية من اليمن وقالت وكالة أنباء سبوثني كروسية الأربعاء إن عملية الإجلاء تمت براً برعاية السعودية وشملت البعثات البريطانية، تركية والأندونيسية وقد وصل الدبلوماسيون إلى منفذ الطوال على الحدود السعودية متجهين إلى الرياضة وأضافت الوكالة أن السعودية وفرت لهم كافة تسهيلات والإجراءات للدخول إلى المملكة دون أي إجراءات ثبوتية تلموجز في أمن الله